لم ينالهم فرصة نتائج الانتخابات وكل ما تحويه من لغة وجدال يتصدر المشهد السياسي في العراق لا سيما بعد قرار البرلمان الأخير الذي سحب البساطة من تحت مفوضية الانتخابات قرار البرلمان الذي أربك المفوضية وضعها أمام خيارين قضي طيحان بمجلس المفوضين بحسب صحيفة الحياة اللندنية التي أفردت تقريرا بهذا الصدد تحدثت فيه عن مدى الزامية قرار البرلمان الأخير لمفوضية الانتخابات وردها عليه الصحيفة نقلت عن مصادر داخل المفوضية تأكيدها أن المشكلة تتركز بين التمسك بالنتائج المعلنة ما يعني احتمالية تصويت البرلمان على حل المفوضية قبل نهاية فترته ثم تشكيل لجنة جديدة تنفذ قراراته وبين الاستجابة للقرار المذكور فتنكشف وقتها خروق كبيرة تطعن العملية الانتخابية برمتها وتهدد مصير أعضاء المفوضية أنفسهم لكن الظاهرة أن المفوضية التقطت طرف الخيط أو تحاول فخرجت مقرة بحصول تلاعب وتزوير في عدة محطات داخل العراق وخارجه لتلغي نتائج أكثر من ألف منها مجلس المفوضين أكد في بيان الله إلغاء ألف وواحد وعشرين محطة في العراق وخارجه بعد التشكيل لجنة فنية وقانونية لهذا الغرض فخلصت إلى إلغاء نتائج أكثر من تسعمائة محطة في العراق من بين ألفين محطة جرى تدقيقها توزعت على عدة محافظات أبرزها الأنبار ونينوى وبينما يتم الطعن بمصداقية العملية الانتخابية ككل يرى كثيرون أن المفوضية تخوض صراعا مصيريا حول الاعتراض على النتائج والطعونات المقدمة عن حدوث عمليات تزوير ممنهج لصالح جهات سياسية مختلفة ليستمر مسلسل جر الحبال ونصب المصائد بين المفوضية من جهة والأحزاب الخاسرة من جهة أخرى